أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان حديثي في هذه الحلقة هل يدعو المسيح إلى العنف؟ وطبعاً كمن يحاول شخص أن يقنع الناس أن الشمس تشرق من المشرق فتخيل معي وهنا أريد أن أقدم الاعتذار لكل أحباء المسيحيين اللي طبعاً لا توجد آية أو لا توجد فكرة عنف في تعليم المسيح ولكن في الآونة الأخيرة عم بشوف كتير في حرب تقريباً على السوشال ميديا للأسف يحاول البعض أن يلصق العنف طبعاً مستند على آيات خارجة عن سياق الحديث وبيعمل هذا الشيء إما عن جهل أو لأغراض دينية ليجمل دينه أو دفاعاً عن عقيدته دفاعاً عن نبيه أو دفاعاً عن إلهه فالسؤال هل يدعو المسيح إلى العنف؟ والجواب بالطبع لا أكيد لا لا توجد لا من قريب ولا من بعيد أي تعليم عن العنف في العهد الجديد بل بالعكس لكن خلينا أقرأ أيتين اللي دائماً بيستخدموها أنه على أساس العنف مثل الآية الأولى جئت لألقي ما جئت لألقي سلاماً بل سيفاً ها شفت المسيح جاء بالسيف وطبعاً الآية الثانية اللي دائماً بيستخدموها ودائماً بشوفها أما أعداء أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فاتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي قبل ما أبتدي بالشرح عن هذه الآيات بالتفصيل خلينا أعطي الفكرة العامة عن موضوع العنف أحبائي موضوع العنف في العهد الجديد هذه ليست طبيعة المسيح ولا تتمشى مع روح المسيح فمكتوب عن المسيح أنه هو رئيس السلام وهو الذي قال طوبى لصانعي السلام وهو الذي قال طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض وهو الذي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأنني رهي وحملي خفيف فإذن من خلال هذه الآيات نستطيع أن نستشف أن يسوع ليس بتاع حرب بتاع سلام هو رئيس السلام مكتوب أيضا عنه في بشارة متة في صاح 12 لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته ثم هو الذي علم يسوع قال سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر بل من نطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا فهل هذه رسالة عنف ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا ومن صخر كميلا واحدا فاذهب معه اثنين ثم قال أيضا كن مراضيا لخصمك ثم علم في عزة على الجبل سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا تخيل وصلوا 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 لأجل الذين يسئون إليكم ويطردونكم فهل ترى رسالة عنف من هذه الآيات ترجمة نانسي قنقر